قالت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس المصرية بهدف زيادة التعاون بين الجانبين وزيادة عدد الناقلات الكويتية العابرة للقناة وذلك في مبنى مؤسسة البترول الكويتية وأكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي أن القيادة الكويتية حريصة على تعزيز أواصر العلاقة مع مصر لتنعكس بشكل تجاري كما أوضح أن هذا الاتفاقية جاءت بعد زيادة صادرات النفط الكويتي إلى أوروبا وتخزينه في محافظة السويس المصرية بكميات مضاعفة تمهيدا للتسويق